سأعرض عليك صورة ذي زميلة لك في الميدان هي فنانة جزائرية نكن لها كل الود والاحترام ولكنها تعرضت تقريبا إلى حملة شرسة وهي الممثلة نويل زعتر نويل زعتر تحجبت منذ فترة وخلعت الحجاب بحجة أن المنتجين ما ولو شعيتوا لها تلعب في الأفلام من وجهة نظر زميلة لها في الميدان هل اقتنعت بكلامها؟ هي أكيد ولا ما زالنا شدة في خدمتها كل إنسان حر في تصرفاته لا حبسناش في الحجاب يعني هل سنفوكاليزي على الحجاب والهادي هي حرة هي نزعة الحجاب لو طلب منك أن تنصحيها وش تقولي لها؟ عاودي لبس الحجاب ولا لا لا لما تقتنعي به عاودي لبسه أنا نحترم من أن أجد نبا منابي أنا نحبها ونشوفها بقلبي لا تلبس حجابية زميلة ونحبها وعزيز عليها بزافتو يعني هي القرار ما راهيش سيلا بخيسة دي سيزورة كبيرة وتعرف صلحة لما أريد تحكي سيزورة تحكي سيزورة على الحجاب يعني اهتمو بالشغل والإبداع التي تحتمت فيها الفنانات الكبيرة هدي وكل الفنانات يعني ما تحبسوش غير راي لبسة الحجاب هاي شوفوا رغاردي لزوور ديالها رغاردي لأفلام ديالها يعني سيتم موهوبة مم بسكسورة مم ميشانتوز يعني ما ندون بادي كومنتار على شغلنا وعلى خدمتنا وعلى غير وجدارة حياتنا الخاصة وحي تحجبت ما تحجبت تحسي هذا الظلم من قبل الناس لانتو من وما متفرحوهم ولكن هما غير تزيورة يعطوكم تحسي أنه ظلم؟ أم بليس يروحوا الحاجة معليش لو فيها دي كريتيك على خدمتنا ممكن نصلحوا ديك للغلطة متدخلوا في حياتنا بسكو يعني يا بني بناتنا كامل ما نقوش بني وبينات بسكرة من الناس كامل يتشوفينا أنه الجوه ونعتزلوك ديفينيتيفمان هو الاعتزال وأحسن حجاب الفن أنا ما لازمش يكون تناقض نلبس الحجاب بعد أن نطلع نغني قدام الناس المهم أن كومبوس بتصرفه يستعنا كل واحد وظروفه من الإنسان اللي يعتزل نهائيا الفن هذي كي يتوبى النص وحدي لصح فكرتي في الاعتزال؟ أنا في كل دقيقة أنا فكر في الاعتزال ويعني نخدم الحفلات النسائية الأعرس النسائية حتى الحفلات لا ننش نخدم الحفلات ننخدم غير الأعرس نسائية بفرقة نسائية مئة بالمئة يعني الأعرس يعني اللي ولا نعتزل نعتزل في باب التعب ولا باب الظروف هكذا